هو ليه رخام الحرم المكي بيبقى سائع ويختلف عن الرخام التاني كمان الرخام ده لي قصة شراء عجيبة جدا تعالوا نسمعها مع بعض الرخام في الحرم المكي بيبقى سائع عشاء في عز الحر عشان هو نوع خاص من الرخام النوع ده بيعكس الضوء والحرارة لان فيه مسام دقيقة بتمتص الرطوبة بالليل وتخرجها بالنهار فتفضل الارضية ساعة والنوع ده نادر موجود في جبل في اليونان سافر المهندس محمد كمال اسماعيل اللي كان مسؤول عن توسيعات الحرم الى اليونان واشترى نص الكمية الموجودة في الجبل هناك وعمل كل ارضية الحرم المكي وبعد مرور 15 سنة طلبت منه السلطات السعودية ان يحط نفس نوع الرخام في المسجد النبوي فهو طبعا ايه؟ ازاي ده؟ انا واخد نص الكمية معقول نص الكمية التاني يقعد 15 سنة ما يتبعش المهم قد بعضه سافر لليونان وبالفعل راح جابه للرخام هناك وسأل فبعد مره 15 سنة فملقيش طبعا الرخام ربنا هدا والهمه ان يسأل السلطات هناك هو مين اللي اشترى الرخام وبعد تفتيش وفحصه تمحيص عرفوا ان اللي اشترى الرخام شركة سعودية على طول سافر عليها المهندس محمد كمال للشركة دي وراح لصاحب الشركة وسألوا عن الرخام قال له والله انا مش عارف بس حسأل المخازن وبالفعل سأل المخازن ويقى الرخام زي ما هو في المخازن وما استخدمهش في حاجة فعلى طول مطلع له المهندس محمد شيك على بياض عشان يشتري منه الرخام قال له استنى انت فاهمني انت عايز الرخام ده ليه وليه هو مهم عندك بالشكل ده حكاله الحكاية وساعتها صاحب الشركة اتبرع بكل الرخام اللي عنده فيه للحرم النبوي من غير ما ياخد ولا مليم